أولى ميثاق العمل الوطني اهتماما بالغا بفئة الشباب لكون هذه الفئة تمثل مستقبل البحرين الوعد كما أسس ميثاق العمل الوطني لمرحلة الإنجازات التي تعيشها مملكة البحرين اليوم وأوجد بنية قوية لدعم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الشبابي حيث شكل قاعدة صلبة للعمل الشبابي والقطاع الرياضي التصويت على ميثاق العمل الوطني كان بمثابة انطلاقة مباركة لمسيرة التحديث والإنجاز الحضاري في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وكان له الأثار الإيجابي في الارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية والتي حققت العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة بفضل مهيئه الميثاق من أجواء مثالية لتحقيق تلك الإنجازات وتمهيد الطريق لتطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي في المملكة وقد تمكنت المملكة من تحقيق الارتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي من خلال تطبيق استراتيجيتها الطموحة التي تتوافق مع توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته النيرة في تهيئة الأجواء المثالية أمام منتسبه هذين القطاعين الهمين لتحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة باسم المملكة وبما يتطابق تماماً مع رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبرنامج الحكومة في تحقيق أقصى درجات تنفيذ الجوانب الخاصة بالشباب والرياضة كما أصبحت مملكة البحرين قبلة لاستضافة مختلف الألعاب الرياضية بفضل البيئة المناسبة التي خلقها مثاق العمل الوطني والتي جعلت من الاتحادات الدولية على ثقة بقدرات مملكة البحرين وكواديرها في استضافة مختلف الألعاب الرياضية حتى باتت مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة كما عملت مملكة البحرين على تعزيز وتمكين الشباب من خلال تطوير المشاءات الخاصة بقطاع الشباب وتوفير الدعم اللازم لها لتقوم باحتضان الشباب والتركيز على البرامج التي تهتم باكتشاف وسقل وبراز المواهب الشبابية في مختلف المجالات وصولاً لتبوء الشباب البحريني لمختلف المناصب والمواقع القيادية في مختلف مواقع العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر